موسيقى من بستان القبر منواصل دراستنا في الأسبوع الأخير اللي غير وجه التاريخ تستطيع أن تروا القبر الفارغ ومش بعيد من هذا المكان مكان يسمى جمجمة حكم بلاطوس على يسوع المسيح أسلموا طبعاً لليهود وبقيادة الحرس الروماني صاروا في طريق الألام في طريق فيا دولوروسا خارج أصوار أورشليم وهناك صلباء المسيح تحت الألام المبرحة والسؤال طبعاً لماذا كل هذا؟ لماذا صلباء المسيح؟ طبعاً أقر وأعترف نحن نحتاج كل الأبدية أن نعرف عن ما هو السبب الرئيسي لكن من أهم الأسباب الصليب يظهر لنا محبة الله الشديدة للإنسان ومن ناحية أخرى يظهر لنا قيمة الإنسان فالإنسان ذات قيمة عظيمة في نظر الله مما كلفت المسيح أن يأتي إلى هذا العالم أرض الشقاء والعناء أرض الخطيئة الأرض الملعونة لكي يفتدي الإنسان فإذن موت المسيح لم يكن صدفة لكنه في فكر الله الأزلي قبل تأسيس العالم أعد لنا الفداء وأيضاً تتميم لنبوات العهد القديم التي تكلمت بالتفصيل سواء عن طريق الذبائح والنبوات والصور والرموز أنه سيأتي يوماً ما حمل الله الذي يرفع خطية العالم الحمل الكامل بلا خطية وبلا عيب كما قال عنه يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم مات المسيح لتتميم النبوات طبعاً صلب المسيح شيء مهم جداً بحل الإشكال الأكبر في المعادلة كيف نستطيع أن نوازن بين صفات الله المحبة والعدالة الرحمة والقداسة الله محبة يريد أن يرحم الإنسان ويخلص الإنسان لكن الله عادل لأنه مكتوب أجرة الخطية هي موت فينبغي أن يدين الإنسان ويحكم عليه بالموت وإذن الخطية هي ضد الله الغير محدود فكيف للإنسان المحدود أن يكفر أمام الإله الغير محدود وانحلت المعضلة بمجيء المسيح اللي جمع بين المحبة والعدالة بين الرحمة والقداسة من ناحية أخرى حتى يربط الإنسان في الله لكي يتمم هذا الفداء لكي يكون فادياً والفادي طبعاً هو الذي يستطيع أن يكفر عن خطيط الإنسان ومن ناحية أخرى أن يرضي الله والمطلب الإلهي شيء آخر صلب المسيح ليصالحنا مع الله حتى تكون هذه المصالحة والعلاقة مفتوحة الصليب هو أساس غفراننا فكيف نغفر إذا لم يكن في ثمن؟ وهذا ما نسميه البدلية وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه ثم أحباء الصليب هو لكي يهزم الشيطان جرد الرياسات والصلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه وأيضاً جاء لينقض أعمال إبليس فهزم الشيطان إذ أباد الموت بالموت وهزم الشيطان وكل قوات الجحيم لكي يفتح لنا قناة البركة والطريق إلى السماء صليب المسيح حتى نصبح من عائلة الله طبعاً النبوات وكل الهدف الإلهي ليس مجرد شعب واحد لكن كل الشعوب اليهود والأمم يصبحوا عائلة واحدة بالإيمان من خلال شخص الرب يسوع ثم أحبائي صليب المسيح حتى فعلاً إحنا نعيش هذا الحدث نفسه نتألم معاه ندفن معاه ونقوم معاه لكي نسلك في جدة الحياة فهذا له قيمة عظيمة في نظر الله وفي نظر كل إنسان اختبر هذه المحبة الشديدة إذ كنا هالكين بعدين عن الله قربنا خلصنا ودعانا هذه الدعوة المقدسة حتى نكون معه في كل حين فالصليب هو فعلاً تكملت كل الحدث كل البرنامج الإلهي من الأزل إلى الأبد وطبعاً هي ترنيمة المفديين حتى في السماء في سفر الرؤية مستحق أنت أيها الخروف المذبوح أن تأخذ الكدرة والكرامة فهو مصدر تسبيحنا وبركاتنا من أجل هذا الخلاص العظيم اشتركوا في القناة